نبارك لجامعة عدن بمرور خمسين عام على تأسيسها وهذه الفعالية أيضاً والورشة مهمة من أجل الحفاظ على المعالمة التاريخية لمدينة عدن التي تعرضت وتتعرض بين الحين والآخر لعملية بسط أو بناء عشوائي نظمت الهيئة العامة لحماية البيئة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليق عدن ورشة عمل وطنية تدريبية حول رصد وتقييم النفايات البحرية المبعثرة بمشاركة 32 من ممثل الهيئة والشؤون البحرية ومراكز الأبحاث بجامعة عدن رصد وتقييم النفايات البحرية المبعثرة عنوان لورشة نظمتها الهيئة العامة لحماية البيئة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليق عدن بمشاركة 32 من ممثل الهيئة والشؤون البحرية ومراكز الأبحاث بجامعة عدن الورشة تتضمن عدد من المعارف العلمية حول تأثير النفايات البحرية المبعثرة وإدارة النفايات الصلبة في اليمن والمبادرات العالمية ودور الهيئة في إدارة النفايات البحرية والتعرف على الدليل الاسترشادي لمسح النفايات المبعثرة على الشواطع والتعرف على دور المجلس المحلي بعدا في جمع النفايات وفعاليات الجمعيات غير الحكومية في مكافحة تأثير النفايات الورشة تهدف إلى معرفة طرق رصد وتقييم النفايات البحرية المبعثرة التي تعاني منها الشواطئ البحرية في اليمن والتي تؤثر بشكل سلبي على الأحياء البحرية في المناطق الساحلية والمنظر الجمالي للشواطئ وتأتي هذه الورشة في إطار التعاون المشترك من الجانب الحكومي والمجتمعي في التركيز على تعزيز الوعي المجتمعي حول كيفية التخلص من النفايات وإدارتها بطريقة تحافظ على البيئة بشكل عام